اشتركوا في القناة 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 ونساعده، الذي ستوقف على العمل، يشهد بأن الله سنعطيه هالبروباسيون، إنسان عنده 65 سنة، رمشي دار للوادية الستانفورد جراند، رمشي دار دفاع عن نفس. هو يقول لهم، أنا ما كان شوفش في الليل، شفته، شفته، شفت البشرة دياله، سعب لي عادي يقتلني، خلعني. عادي يستانفها، وتحنا عا نستانفها، لأن من بعد هذا الكلام قدر نقوله، لأن مع هذه الشبكة التواصلية الحقوقية، اكتشفنا بأن هناك الكثير من الأخطاء اللي يوقعوه، من طرف الشريف، من طرف التحقيق. لذلك نستخدمو هذه الوراقة، وإن شاء الله الحكم النهائي عادي يكون في هذا الشهر، قدية عادي الدغوغي أصبحت قدية رائعة، ولكن أصبحت قدية تدرس ليراجع هذا القانون ديالستانفورغراند، يعني دم ولدنا المغربي ممشاش هكاك، باش نزعزعوا قانون اللي مترسخ سنين وسنين في أمريكا، كيب كان نقولوه، الله يرحمك عادي الدغوغي، درتي واحد الحاجة في حياتك، وزايدون نقولوه واحد الحاجة، وهو كان أورغان دونر، وعلى ودوتا نعت أن أورغان دونر، على ودوتا نعت أن أورغان دونر، يعني الموت ديالوه شح من واحد عيش، ستة الناس، ستة الناس اللي عيش، من القلب مينو زيدو 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 زيدو. أنا ما شوفوا ما كيقولوا له جائزة، أنا كنسمها تذكار لعادي الدغوغي، أنا ما كن أخدها الجائزة، لا أبدا أعوذ بالله، هذا تذكار، شوف أنتم ما كنتوش عارفين القضية، بسبب هاد الجائزة، وكنشكر الوزارة على هاد التفاتة النبيلة، ووصلنا الوحد الغاية، اللي إحنا عامين إحنا كنغوته، بش توصل للإعلام المغربي، يعني ما كانش واصلة بطريقة للإعلام المغربي، الإعلام الأمريكي هضر عليها كثير من الإعلام المغربي، وأنا من خلال هاد الجائزة من طرف الوزارة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرنامج، ما كانش كلهم الصحفيين دابا عدو كيقولوا واو كيفاش هاد القضية خدات هاد الجائزة، أنا كنت نشوفها تذكار، تذكار لروح عادل تغوغي، وهم رأي تنسى، موسيقى اشتركوا في القناة